النهاردة او قابل الخبر ده قابل الخبر ده عشان هجيلكوا على فيديو لازيز كده في الاخر بس اقولوك خبر مهم اخر محدش وقف كتير عند الحكاية بتاعت امام عشور تعارفين القصة بتاعت امام عشور والقضية والخناقة والمشكلة اللي حصلت مهم يعني باختصار عشان ما اقررش الكلام والحكاية اللي انتوا عارفينها كلكم اتحدد جلسة يوم 19 اكتوبر لنطق بالحكم في الحكاية دي في امام عشور سواء بقى بحبس براءة غرامة مع يعني بقى اي قرار 19 ده قبل يوم واحد من مباراة الاهلي امام السيرامية كليوباترة في السوبر المصري فانا حبي تعرف هو اصلا امام عشور هيبقى ليه حق يسافر ولا لا طب لو امام عشور مثلا خد حكم بحبس يوم 19 هينفع يسافر ولا لا وهيكون سافر اصلا الوضع ايه تكلمت المحامي الخاص بامام عشور في القضية دي استاذ محمد عثمان وقال لي التالي هذا الحديث على لسان الاستاذ محمد عثمان محامي امام عشور في هذا القضية قضية المول للشاهدة بقضية المول قال لي مبدئيا هو استاذ محمد عثمان مقتنع ببراية اللعب قال لي بس مش هادر اتكلم في الجزائي دي عشان كده هبقى مؤثر على قرار المحكمة فالمحكمة تتخذ ما تراه انا في الاول والاخر بقول التوقعات يعني تبقى للأسانيد اللي حطيتها يعني في هذا القضية قال لي ان دي اسمها جنحة الجنحة ممكن امام عشور يعمل توكيل للمحامي والمحامي هو اللي يحضر الجلسة يعني امام عشور مش لازم يحضر الجلسة قال لي انا مقتنع بالبراءة ورغم كده ورغم كده لو ارتقت المحكمة حبس اللاعب مثلا والحكم عليه بالحبس او اي حاجة فهيبقى في استئناف يعني مش اللاعب يتاخذ ويتحبس هيبقى لسه في استئناف في درجة اخرى من التقاضي اذا فالنطق بالحكم يوم 19 اكتوبر في قضية امام عشور الشهيرة بقضية المول لن تمنع امام عشور من السفر مع النادي الاهلي الى الامارات واللعب في كأس السوبر المصري ترجمة نانسي قنقر